وبينما تكرس الدولة جهدها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية تتواصل عجلة البناء والتنمية لسيما بمحافظات الصعيد ومن بينها محافظة المينيا التي شهدت العديد من المشروعات التنموية يأتي من بين هذه المشروعات إقامة مزرعة للإنتاج الحيوانية تابعة لوزارة الزراعة والتي تعد نموذجاً للمشروعات الحكومية المتميزة على مساحة 15 فداناً تقام مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب غرب المينيا التابع لوزارة الزراعة والسصلاح الأراضي وتعتبر نموذجاً للمشروعات الحكومية المتميزة والتي تجتمل على أكثر من 1300 رأس من الجاموس المحسن ورافياً من السلالات المتميزة والتي تتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة افتتاح الرئاسي للمحطة كان دافع بالنسبة لنا الأمام ويعطينا طاقة إيجابية أكثر وحسنا بإشهادة حسنا بأننا بذلنا موجود والموجود باين لأنه ده ما جاش من فراغ وموجود الناس اللي موجودة ده كان كويس جداً ومسمع يعني لكن احنا بنأمل المزيد وبنأمل نتوسع أكثر وأكثر إن شاء الله المزرعة هي نموذج عملي لمزارع الانتاج الحيواني في المنطقة والمحافظات المجاورة ويتم الاستفادة منها لتدريب إرشاد المزارعين بالمنطقة لإنشاء مزارع أخرى وتوفير السلالات المحسنة وتوزيعها على صغار المزارعين حيث يوجد بالمزرعة معدات بجودة وتكنولوجيا عالية كالمحلب الآلي الذي يمكنه حلب 24 من الجاموس في وقت واحد احنا في محلب مزارعة غرب غرب المنية للانتاج الحيواني المحلب ساعته 24 نقطة عبارة عن محلب عادي 12 نقطة ومحلب كمبيوتر 12 نقطة لسه منشأ حديث العدد اللي معانا حوالي 150 جاموس كل المتوسط انتاج الجاموسة في اليوم من 18 كيلو السعر الانتاجية بيكون حوالي 2 طن في اليوم بين رضاعة وبين انتاجية ألبان تعكس هذه المزرعة اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية من خلال نشر ثقافة التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي من أجل زيادة الانتاج من اللحوم والألبان حيث تعد مزرعة غرب المنية نموذجا يحتدى به للشباب والمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات للثروة الحيوانية أحمد الحسيني التلفزيون المصري